الحقيقة الساعة 8 من قطر بعد لقاء السامبا أو البرازيل المنتخب انهزم فيه مبارح 2-0 الحقيقة كانت مباراة جيدة بالنسبة للمنتخب المصري المستفيد الأول منها هو باب برادلي المدير الفني المنتخب مصري واضح أن الراجل مبارح كانت تعينيه على عناصر معينة كسب مبارح عناصر معينة زي ناصف وحجازي في الشناوي رغم يعني دخول مرمى بهدفين الحقيقة كان برضو يعني احنا يعني قدى بشكل كويس وهو برضو جون يعني واعد حينتظر الفترة اللي جاية ومستقبل الحقيقة باهر فيه عناصر واضح أن هي مبارح كانت خارج الخدمة أو الحقيقة ما قدتش بالشكل مطلوب واضح أن في معسكر المنتخب اللي جاي اللي حيبقى في الإمارات من 20 نوفمبر 17 ديسمبر هي فترة توقف الدوري بوب رادلي الحقيقة طالب 3 منشاط ودية وحيكون فيه كلام كبير قدامنا دلوقتي على الشاشة عصام الحضري احنا عارفين الحقيقة أقويل كهيرة جدا مبارح دارت على عصام الحضري والمريخ السوداني فيه صلح ما فيه صلح وفي اللحظات الأخيرة بوب رادلي الحقيقة بيغير من خطته بيحط الشناوي بديلا لعصام الحضري والحقيقة كارت برضو يحسب لبوب رادلي لأن هذه الخطوة كانت تحتاج شجاعة مدير فني لأن كان ممكن مبارح الحقيقة تبقى مشكلة بس رغم هزيمة مصر الحقيقة ولكن بوب رادلي واضح أن هو الرجل ليه رؤية واضح أن يكسب عناصر معينة مبارح وبنتمنى بنتمنى كلنا الحقيقة أن عصام الحضري الفترة الجاية دي يخلص مشكلته مع المريخ السوداني ونشوفه في منتخب مصر لأن احنا نتمنى الحقيقة أن يكون كل عنصر مفيد سواء شاب سواء عنصر كبير يكون موجود في المنتخب زي ما شفنا الصغيرين حجازي شفنا جنبه الخبرة والدولي والجمع الحقيقة وبيثبت يوم بعد يوم أن الحقيقة مش بالسن لا بالعطاء بالمجهود أول أخبارنا النهاردة الحقيقة بقى من النادي الأهلي وخبارنا بيقول الأهلي يحرم المنتخب من اللاعبين الدوليين احنا طبعا عارفين أن الدوري متوقف حوالي 30 يوم بوب رادلي اتفق مع مجلس دار اتحاد القورة أن هو يقيم مع أسكر في دولة الإمارات من 20 نوفمبل 17 ديسمبر يقوم اتحاد القورة الحقيقة بعمل 3 لقاءات ودية النادي الأهلي رفض الكلام ده تماما وقال أن الأجندة الدولية ما فيهاش في الفترة دي ماتشاط وأن اتحاد القورة بيسعى لتسويق اللاعبين والحصول على عائد مادي وهو نفس اللي بيسعى في مجلس إدارة النادي الأهلي فرفض النادي الأهلي بشدة إعطاء منتخب مصر اللاعب الدوليين لأن النادي الأهلي بيسعى لعمل دورة خليجية أو عمل تور أو زي ما بيقولوا لفة كده يسوق فيها لعبته ويعمل ماتشاط ودية فأعتقد أنه هيبقى فيه صدام يعني تعودنا الفترة الفاتتة عن صدامات كثير ما بين النادي الأهلي ما بين اتحاد القورة